السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سنتكلم عن عوامل الخطر أو الريسك فاكتور في الإصابة في أمراض القلب والأوية الدموية ولازم لكل جميع يعرمى مشان ينتبه منها ويعمل بقاية منها أهم عوامل الخطر للإصابة في أمراض القلب والأوية الدموية تقريبا خمس أو ست عوامل سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقات قادمة بالتفصيل لكن سنتكلم عنها في المجمل في هذه الحلقة أهم هذه العوامل الإصابة بالداء السكري الإصابة بالضغط الشرياني التفاع التوتر الشرياني التدخين مهم جدا سواء بالقسم الإيجابي والسلبي سواء عن طريق التدخين السقائر أو تدخين النرقيلة الأمر الرابع هو ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم هذه عوامل كثير مهمة جدا وكثير منتشرة في مجتمعاتها نتيجة العادات الغذائية الخاطئة ونتيجة الأكل السريع الذي أصبح الآن في متناول الجميع والأسف مضطر عليها الجميع الأمر الخامس هو السمنة وحياة الركود وهي تلعب دور كتير كتير كبير كمان نتيجة الحياة المعاصرة الجديدة أصبحت حياتنا كلها في المكاتب والسيارات فأصبح الناس الأسف بعيدين عن الرياضة عن الحياة الفعالة عن المشي عن الركض هذا أدى إلى السمنة وما أنتج عن السمنة من أمراض قلب وأوعية دموية الأمر الخامس هو الحياة الشدة النفسية وهي كمان للأسف هي منتشرة جدا وخاصة في منطقتنا بعد الأحداث الأخيرة شدة النفسية تلعب دور كتير كبير كعامل خطر مستقل وكعامل خطر للعوامل الخطورة الأخرى يعني الشدة النفسية هي بحد نفسها عامل خطر الإصابة من أمراض القلب وهي تزيد من خطورة عوامل الخطر الأخرى مثل الضغط والسكر يعني الشدة النفسية ستزيد مرتفع الضغط الشرياني ستزيد مرتفع السكر وستؤدي حتى إلى الاكتئاب والركود والبتعاد عن الفعالية الاجتماعية الأمر الأخير وكمان مهم جدا وهذا الأسف أمر غير قابل للتعديل هو الوراسة الوراسة تلعب دور كتير كبير في الإصابة في أمراض القلب والأوية الدموية هناك عائلات للأسف عائلات مرضية نشوف العائلات المرضية تصاب في أعمار مبكرة كل عائلة عندهم أخ أو أب أو أم مصابين في أعمار مبكرة قبل الخمسين يجب أن العائلة كلها تكون تحت المراقبة ويجب كل العائلة تعمل كونترول مبكر تعمل فحص مبكر تنتبه لعوامل الخطورة أكثر من العائلات الأخرى لأن العامل الوراسي صراحة قد يفاجئنا بأعمار مبكرة جدا وقد نرى الإصابات وإصابات شديدة في أعمار ثلاثين وخمسة وثلاثين والأربعين رغم عدم وجود عوامل خطورة أخرى لكن العامل الوراسي لوحده قد يؤدي إلى إصابات شريانية خاصة مبكرة فكل إنسان عنده في العائلة إصابات شريانية يجب أن تكون مراقبته وطريقة علاجه وطريقة نداواته أكثر قربا من العائلات العادية طبعا عوامل الخطورة هاي كل ياتا كل عامل خطر هو مرتبط بالعوامل الخطورة الأخرى يعني لما نقول ارتفاع الضغط الشرياني هو عامل خطر لكن ارتفاع الضغط الشرياني قد يؤدي أيضا إلى ارتفاع السكري والاقتفاع السكري قد يؤدي إلى ارتفاع الضغط الشرياني فكل عوامل الخطر وكما تكلمنا إلى العامل النفسي كل عوامل الخطر تدخل في دائرة مغلقة ومعيبة يؤدي بعضها إلى بعض فكان لابد أن نتكلم بشيء من التفصيل عن بعض عوامل خطونا إن شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته